كم يستطيع الشخص البالغ أن يأكل كمية من الوجبة الواحدة في المرة الواحدة؟ دجاجة؟ ديك؟ نصف كيلو لحمة؟ إذا كان أبو كرش مثلي مثلا يمكن أن يطيح بكيلو كامل من الكباب ويشرب معه لبن عيرا جميل؟ وعليه فمثل هذا الخروف أو الكبش إذا كان محشوا ومتربعا على منسف أو برياني يمكن أن يطعم عشرين شخصا من الرجال الأكيلة ومحبي لحم العواس هو طبق تقليدي وخيار مفضل لمن أراد أن يقيم وليمة للأحباب والدعية السعودي عائد القرن دعية إسلامية سعودية معروف جدا ولديه عشرات الملايين من المتابعين والمريدين على مواقع التواصل أراد أن يقيم وليمة لضيوفه هذه الوليمة ظهرت بها مائدة طويلة فاخرة منظمة عليها عدد من الذبائح إلى جانب المقبلات ترجمة نانسي قنقر من الناس من رأى أن هذه الوليمة تبذير ومبالغة عندما قارن عدد الذبائح بعدد المعازين حمد العلي يقول إسراف وتبذير حتى ولانتهى الحفل وأخذ الباقي للجمعيات يفترض سن قوانين تمنع مثل تلك السلوكيات المؤلمة والمحزنة بصراحة لو دعيت لمثل تلك لرفضت الأكل عدسة مواطن يقول أصحاب الفضيلة دائما ضد تصوير الموائد حفاظا على مشاعر الفقراء والمحتاجين لماذا شيخنا وغيره يمسحون يسمحون بالتصوير عندما تكون الولائم في حضرتهم ويتباهون بها السؤال لماذا أصحاب الفضيلة يحاربون الحياة وملذاتها لدينا ويحللونها لهم فلاح يقول في تغريدته تبغون يقدم لهم جبنة وزيتون مثلا إبراهيم عليه السلام لما جوه الضيوف وقيل كانوا ثلاثة ذبح لهم عجل هناك فرق بين إكرام الضيف وبين التبذير ترىها ثلاثة بايح أنا ترى ما أحب هذا الشيخ لكن مو هذا الشيء اللي تلومون عليه تغريدة أتت من هذا الحساب يسمي نفسه كذا يقول لك إذا خمس ذبائح لعشرة أشخاص ليس إسراف ما هو الإسراف يوسف البهيش ويوسف البهيش يقول ولو فرضنا جدلا أن الشيخ زاد في كمية الطعام من أجل إكرام ضيوفه وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها فخطأ من صور المقطع ونشره أكبر وخطأنا في التدخل في مناسبات خاصة وانتقادهم أكبر وخطأنا في الغمز واللمز والغيبة أكبر اتقوا الله وكل واحد منا ينظر في نفسه ويعالج عيوبها خيرا له بعض وسائل الإعلام تناقلت مقطعا صوتيا قيلة إنه ينسب للشيخ القرني وكان يرد على الانتقادات التي وجهت له ويفسر سبب وجود هذا الكم من الطعام استمعوا إليه بالنسبة للمادبة أنا يا شيخ ثلاثة طليان ذبحت ثلاثة بس ثلاثة والضيوف عندي تعرف اللي في المجلس يمكن خمسة وربعين إلى خمسين طيب ثلاثة ولا أرمي شيء شوف أولادنا وجيراننا والمساكين والفقراء والعمال والسواقين ما خليني شيء لنعطيناهم المصور صور بعد دوب الضيوف دخلوا باقي جماعة من المجلس ما صورهم ما دخلوا اللي يشوفني يقولني ذبحت اثنين حاشي اثنين جمال واربعين خروف هي ثلاثة لكن الناس يتسيدون الأخطاء الناس يبحثون عن الزلات إبراهيم عليه السلام عند الله ثلاثة قال فرغا إلى أهلي فجاء بعجل سمين حسيل عجل عجل شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها